على المستوى الداخلي خلونا نبدأ مع وزارة البترول وزارة البترول والثروة المعدنية النهاردة قالت أنه فيه اكتشاف لحقل غاز طبيعي جديد في منطقة اسمها امتياز القرعة في دلتا النيل معدلات الانتاج ما فيش حاجة يعني في حدود معلوماتي وبالتأكيد المتخصصين دايما ليهم حق التصحيح والتعقيب لكن احنا الأكبر حاجة تعاملنا معاها على مستوى الانتاج كانت طبعا حقل ظهر ده حقل جديد تم اكتشافه الأرقام بتاعته هتبقى 20 مليون قدم مكعب غاز يوميا لما سألنا وزير البترول عن الاكتشاف ده لما سألنا الدكتور طرق مول عن الاكتشاف ده قالنا أنه دي حاجة بسيطة أنه فيه لسه كمان اكتشافات أكتر مستمر يعني المسألة دي دلوقتي علينا أن احنا مش هيبقى بريكينج نيوز مش هيبقى خبر عاجل سريع جدا لا احنا عندنا أكتر من اكتشاف جايين في الطريق عندنا أكتر من مكان وقبار بيتم البحث فيها وبيتم التعامل معاها علشان في نهاية الأمر زي ما اتكلمنا قبل كده وده اللي هما بيسموه استراتيجية بتبقى خطة أكبر ضمن خطة كبيرة ووسعة إنه يبقى أنت زي ما بيقولوا كده أو مقر نفوز خلوني أبصة بترجمة أو مكان للقوة والتأثير فيما يرتبط بالغاز الطبيعي على مستوى العالم ده بيتكرر نهارده مع الإعلان عن الاكتشاف الجديد اتقال قبل كده فيما يرتبط بحق الظهر وما اتقالش بس من الأطراف المصرية اتقال من الأطراف الدولية اللي بتشتغل في المجال ده اللي مهتمة به وفيه خريطة للعالم كاملة زي ما فيه خريطة للجغرافيا والنفوز السياسي والحدود والبترول فيه خريطة دلوقتي بتتشكل جديدة بتخص الغاز الطبيعي الخبر بقى المهم اللي احنا ترجمة نانسي قنقر